طب تعال نشوف أنواع الأحضان كده ونعملها إزاي مع أولادنا أول نوع حضن العينين إيه ده وفيه حضن العين آه لأم الناصحة الزكية هي اللي بتعمل مع أولادها وتعلمهم يبقى بينها وبين أولادها كده لغة عين فيه كده مش عدد الرموش وفيه أم مش عارفة بتعملي وفيه أم كده تعمل وفيه شبعينيها أي حاجات رمشات بالرموش أو أي شكل أو أي نظرة معينة كده محببة جميلة تستعطف بها أولادها الأولاد بيفهموا منها وبيوصلوا لهم أنا بحضنكم دلوقت واحدين تلاتة حضن اتنين بس يعني مش عارفة إيه يبقى فيه فيه لغة لغة مش شرط الكلامة الناس قاعدة بقى مش هنعرف نتكلم في وسط الناس يبقى فيه لغة للعيون أنا بحضنكم بعين هم ببقى فاهمين كده ويبقوا عارفين الكلام ده آه حضن العين ده لو يعني بيجي في أي موقف ده بتبقى تحفة جدا جدا لو مثلا عايزة وصلهم خايفين أو بيعبروا موقف مثلا خايفين أو بيحكوا حاجة أو قلقانين طمينيهم بعينك ويتبقى حضن العين أو أعملهم كده أو الحاجة اللي بتعملها بأي رأكشن أي حاجة اختريها بينك وبين أولادك وعملين حضن العين الحضن رقم اتنين اللي بنعلموا أولادنا الحضن المطول أو اللي بيطولوا فيه بتبقى مدوته طويلة شوي أولادك عملوا حاجة لها معنى مثلا أو إنتي عايب حابة توصلوا لهم معنى إن علاقت بيكم يا أولادي إن شاء الله مستمرة وهدون إن شاء الله مش هتنتهي وساعات كمان بيعبر الحضن الطويل ده وحشتوني مش عايزين يفلفصوا مش هيفلفصوا أو ساعات كمان الأولاد بيتولوا هم في الحضن الأمهم لما بيكونوا في حالة وجع قلب أو حزن أو حالة ضعف يبقى معنا الحضن الطويل ده إيه أنا معاكم أنا مش هسبكم أنا حسة بيكم وحشتوني يا أولادي ده الحضن الطويل تالت نوع من أنواع الأحضان اللي إن إحنا بنعوب بيه لأولادنا من الحرمانة العاطفة ونرسخ جواهم إشباع عاطفي متكرر ومستمر الحضن اللي بنطبطف فيه بإيدينا على دهرهم خدهم كده ونطبطف على دهرهم كده ويبقى عيلك كده استخبى جواكي كده ساعاتها عارفة ده معناه حب مسندة دع طم أنا مواساه إن أنا معاك أنا حسة بيك اطمن أنا مسايباك أنت مش لوحدك طب طب رابع نوم عن أرواح الأحضان هو الحضن اللي على السريع حضن قوي كده وتجيبه بتاعه مش عارفة يضرب الكثف بعدية وبيبقى بدحك وبهزاره فيه كده لهم معنى جميل جدا وحشتوني بحبكم مبروك أنت نجحت في القفل ده مش عارفة واحدن واعمل مش عارفة بسبلاشي قوي عشان خلاص إحنا عجزنا بيبقى فيه ساعات كده لهم معنى إن هو الحضن ده يعني إيه عارفة بقولك خط كده بالكتاب بعدية هتماس يعني معناه آه أيوة كده انت كسبت بجد آه يفرحوا جدا جدا الأولاد بحاجة زي كده أو حضن قوي كده وتشديه خمس نوع الحضن المفاجئ عارفة كده اللي بيبقوا عاديين وتيجي من وراهم وتقومي جاي أفشاهم وحضنهم آه من دهرهم ومع صوت مفرح بتعملوا عارفة أزبطوك بعالوا بيفرحوا جدا ولو معهم صوت جميل من اللي انت بتعمليه ده آه أنا موجودة أي مساعدة أي أوامر عايزيني معاكم في حاجة أنا بحبكوا جدا يا أولادي إحنا كلنا عندنا حرمان عاطفة على فكرة كل أحد يقول لك أولا عايز أولا عايز حدي يطبطب علي كل الحال لما أنا أجبع أولادي بحاجة زي كده يطلعوا إحنا من رب جيل إحنا بنصلح جيله وطالعوا يعني اللي فوق سمعوا أهلا وسهلا ويادي الهنى ويادي المنا يوم لما يتعلموا ويزبطوا حاجة زي كده لكن اللي طالع ده أعملوا إجباع وأشبع أولادي حب وعاطفة الموضوع مش موضوع مادة نهائي خالص خالص الموضوع موضوع أن أنا بحاول أن أنا أقول لهم أنتوا مرحب بيكم في الأسرة أنتوا مرغوب فيكم إحنا بنحبكم أنتوا غاليين علينا الأحضان دي أنا بحضنك بعيني وبإيدي وبقلبي وأنا دعماك ومطمناك وأنا مسندات كل المعاني دي عملتوا كم حضن بقى أولادكم بقى أوعى اتموتوا أولادكم نقصين حضن خلوا دي آخر كلمة في كلام النهاردة أوعى أولادكم يعيشوا حياتهم وهم نقصين أحضان مننا وتقولوا يا ريتنا بس يرجعوا والله طب بس يرجعوا